معنا هاتفيا من غزة دكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية مرحبا بك دكتور رائد إذن ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إن لم تعد للمفاضات مع الاحتلال ما تعليقك على هذا التهديد؟ يعني بداية بسلال الرحمن الرحيم الإدارة الأمريكية تدرك حجم الضعف الذي يعتري منظومة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها السيد محمود عباس ولذلك أيضا البيئة العربية اليوم هي بيئة ضعيفة غير قادرة على أن تكون مساندة أو مدافعة عن القضية الفلسطينية وبالتالي هذه بيئة مناسبة لولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يفرضوا شروطهم كيفما شاءوا وحيثما شاءوا وبالألية التي يرونها مناسبة وبالتالي نحن على قناعة أن السلطة الفلسطينية ورأيتها غير قادرين على مواجهة القرار الأمريكي وفي نفس الوقت غير قادرين على أن يتجاوزوا الدور الأمريكي في عملية من أجل ذلك ممثل منظمة التحرير الفلسطينية صرح أن ترامب قد أطاح بطولة المفاوضة طيب ما الخيارات إذن متاحة لدى السلطة في ظل هذا التصريح؟ السلطة الفلسطينية لديها خيار قوي ولكنها تتعد عنه لأنها لا تملك أن تنفذه وهو خيار تكفي المواجهة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والخارج ودعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى محاصرة الصفرات الأمريكية والإسرائيلية في كل بكان وفرض المقاطع على الاحتلال وكذلك رفض اتفاقية أصل وقطع كل العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الطلب من جامعة الدول العربية تجريم أي نظام عربي يمشئ علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر وإضدار قرار بطرد السفراء الأمريكيين والصهايمة من العالم العربي والإسرائيلي هذه خاذ خيار متاح ومهم جدا ويتجاوب مع الشبوب العربية والتطلعات أمتنا العربية والإسلامية ولكن أخي الكريم السلطة الفلسطينية تباقلاً بنا العربية هي كالرجل المخنف الذي لا يستطيع ولا يقوى على أن يتخذ أي قرار ونحن لا نتوقع أن يقوم محمود عباس بأي قرار رجولي له علاقة بأن يكون هناك موقف سياسي تاريخي كما كان ما في عهد الرئيس أبو عمار رحمه الله الذي أخذ قراراً بعدم التوقيع والتفريط والتنازل وكان سمم لذلك حياته وقضى إلى الله شهداً ولا نزكي على الله أحد هناك حديث عن نية فرنسا تقديم مبادرة السلام جديدة في حال فشلت الخطة الأمريكية هل سيكون هذا مخرجاً برأيك لأزمة السلطة الفلسطينية الحالية؟ أخي الكريم فرنسا نحن نعرف الواقع في أوروبا بشكل عام وفرنسا في شكل خاص وبالتالي لا بد أن ندفتني عن أن الخيارات في أوروبا معدومة والفرنسيين وغير الفرنسيين لا يشكل بديلاً عن الولايات المتحدة ولا يستطيع أن يكون هناك مبادرة تواجه مبادرة الولايات المتحدة أوروبا اليوم رجل ضعيف القارة الأوروبية عبارة عن رجل ضعيف وهي تسير من ضعف إلى أضعف أمريكا تستحول على العالم اليوم وما يقوم به رئيس الفرنسي ما يسمى عندنا بالمثل العربي وهي حالة حلاوة الروح يريد أن يثبت لشعبه ولأوروبا أنه رجل قوي هذا الرجل جاء في ظروف غير طبيعية ويعتقد نفسه أنه قادر على أن نفعل شيء ولكنه في حقيقة الأمر لم يقوى على شيء لأن أمريكا هي سيدة القرار الذي يقوى على فعل الشيء هو القرار الفلسطيني بإلزام الأمة العربية والإسلامية بفرض الحرب الناعمة والشاملة والمواجهة الشاملة مع الحلال الإسرائيلي في كل أماكن شكرا جزيلاك من غزة دكتور رأى دابو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية